اشتركوا في القناة دائما مباشرة عبر شاشة تليفزيون لبنين احلى صباح معكم بمواضيع دائما بتضوي على الاشياء الحلوة على الاشياء الثقافية على اليفنس على كل شي عم بيصير حولينا برغم من الظروف الصعبة والاستثنائية يلي عم نمر فيها دائما راجينا بيكون ببكرة احلى دائما راجينا بيكون بلبنين يلي دائما بيعرف يطلع من كل الازمات بشعب عنده هالقد ايمين بداخله عنده نضال لحتى يطلع من اي ازمة راجينا دائما انه نكون عم نتقدم لحتى كل واحد بعمله بعيلته بحياته بخياراته يكون انسان افضل مواطن افضل يكون شخص قادر يغير للاحسن اكيد دائما نحن وياكم بهالحلقة بيوم مواضيع عديدة من التشاركة نحن وياكم مع دكتور شابين جردي ومعه منحكي عن عمر استثنائي اي بعمر الواحدة وسبعين سنة قدر يحصل على دكتوراه اكيد بنحكي عن هالجهز التعليمي المهم جدا وهذا دليل انه دايما الحياة فيها تفاصيل ودايما فيه توقيت بنقدر نحصل فيه على اللي بدنا منتابع لحتى نكون مع المخرجة اللينا ابيض عن مسرحيتها صبحية كل التفاصيل بلقاءنا معه منتابع ايضا مع زيادة بشاكر المهندس البيئي والصناعي معه من روح اكتر لتدوير نوفيات لهذا الموضوع المهم جدا ايضا منكون بي لقاء مع مدير المركز الغبيري للتدريب المهني لحتى معه نحكي عن دورات جديدة عم بتم التحضير لاله واكيد البداية مثل العادة ان كان مع رياضة مع احوال التأس واحوال الطرقات اللي بنتوقف عندها ببداية صبحيتنا مثل العادة مع غرفة التحكم المروري طالب برو صباح الخير صباحكم طالب معك رح توقف بالبداية على طرقات المسكرة بسبب تراكم الثلوج على المرتفعات واذا فيه طرقات مسكرة كمان بالسواحل قبل ما نفوض بتفاصيل العاصمة بيروت فضل صحيح بداية منبلش طريق ضح البيضر وطريق تنفيذ حلاء الطريقان سالكين امان جميع المركبات طرقات المقتوعة بسبب تراكم الثلوج هن معاصر الشوف كفرية ايون السمان حدا سبع الباك افعى العقورة عينات الارض الاموع الاقبيات نشمش الهرمل ومرجحين الهرمل وصير ضمية هو للطبقات المقتوعين بسبب تراكم الثلوج اما مداخل العاصمة بنبلش مثل العادة المدخل الشمالي الحركة عم تكون طبيعية سير جاي من جوني باتجاه نهر الكلب بتبلش لحركة تصير كثيفة ابتداءا من الباية وصولا لأم تلياس ايضا بالطريق البحرية باتجاه بيروت عمنا حركة كثيفة كمان بتكمل كثيفة من أم تلياس حتى جل الضيب وبتبلش تصير ناشطة ابتداءا من نهر الموت باتجاه الدورة وباتجاه بولفار سم الفيل وصولا للكارانتينا الحركة ايضا بتصير كثيفة باتجاه الوسط وبتكمل ناشطة من شارل حلو حتى وسط بيروت بولفار سم الفيل تقاطع الجديدة ان الحركة عم تكون طبيعية لانها حركة كثيفة من السلونة باتجاه جسر الحاق ومن جسر الحاق باتجاه جسر الواقع والمكلف بالنسبة للمدخل الجنوبة الحركة طبيعية على المدينة الرياضية ايضا جسر الكل لحركة ناشطة بتبليش لحركة كثيفة من نفق سليم سلان باتجاه الوسط المدخل الشرقي مليارزي لحركة ناشطة وصولا لقص ياد المص ياد باتجاه افراد الكارانتينة الحركة الطبيعية كمان عنا حركة كثيفة من جسر دكواني باتجاه الاشرفية كمان عنا جسر العدلية باتجاه الاشرفية حركة عم تكون كثيفة داخل العاصمة عنا تقريبا حركة طبعية على العدلية ناشطة من افقص باتجاه كشارة كوري طبعية على كورنيش ومزرعة بالاتجاهين برج الرافيل كمان حركة طبعية تقاطع برج المر الحمراء والواجهة البحرية عين نمريسة هيدا كان بالنسبة لحركة السير بالنسبة للحواجف اللي تمت بحيئ فيها 24 ساعة الماضية تجزب عنا 12 حادث لعسرة نتغانا قتيل و16 جريح محاضر السرعة الزادة 695 محضر سرعة زادة منذكر دائما بالحط السيخين تبع الغرفة 1720 وانكم متابعتنا عبر وصائل الطوات المختلفة في Facebook Application وTwitter قابة كان كل شيء واليوم شكرا لك طالب برو على كل تفاصيل مباشرة من غرفة التحكم المروري منتابع نحن وياكم مشاهدين عم نروح لرياضة مع فتنس كوتش سائر حسكور منتابع فتنس سيجمت موسيقى مشاهدين عم نتابع نحن وياكم صبحياتنا بذكركم دايما من خلال وخاصة عنا على الفيسبوك بيج عم نتشارك نحن وياكم كل تفاصيل أحلى صباح وأكيد من خلال www.telleliban.com.lb ننطلق بلقاءنا الأول وهو دليل قاطع على أن العمر هو تفصيل لحتى الواحد يحلم يحقق ينجز يتعلم دايما ما في شيء مستحيل ودايما في وقت لحتى انحقق طموحاتنا الأحلام ما إلا تاريخ صلاحية وحتى كمان إنجازة بده بس عزيمة وبده هالقوة اللي منستمدها من حالنا وخاصة إذا بالحقل الأكاديمي كمان نين شهيدت الدكتوراه منو حظر على عمر معين اليوم عن عمر 71 عام دكتور شيبان الجردي بـ 21-1-2020 ناقش الأطروحة تبعه وحصل على دكتوراه من الجامعة البنانية كل تفاصيل بهيدا اللقاء دكتور شيبان الجردي صباح الخير يا سيد صباحك أهلا وسهلا فيك دايما العمر يلي بيمرق غفل العمر يلي أوقات نقدر نحقق فيه اشياء وفيه اشياء من أجلة لبعضين ألف مبروك حصولك على الدكتوراه أداليوم هيك أنت فخور ومبسوط وبهالإنجاز يلي لطالما أرادت أن تحققه أنا بعتبر الإنجاز طبيعي جدا طبعا إنسان يعني بيفرح بعمله وبيجهده بس الفرحة الكبيرة هي إذا بيترجم هالإنجاز إلى عمل على الأرض من خلال ثلاث أمور إنك تقربك من الله يعني قد ما نتعلم نحن وقد ما ننجز إنجازات إذا ما ترجمت هالإنجازات بها ثلاث أمور بتكون فاشلي يعني ما فينا معتز فيها بالعكس إنك تتقرب من الله إنك تتعرف أكتر من الإله اللي هو ساعدك واللي هو أعطاك كلها النعم وإنك توضع هالإنجاز بتصرف عباد الله وعيال الله اللي هم الخلق يوم دكتوراه في العلوم الاجتماعية من المعهد العالي الدكتوراه بالأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة اللبنانية خبرني شوية عن قرارك متى قرارت أنه أنت بدك تروح لحتى تقدم على الدكتوراه خبرني شوية عن المراحل هيك اللي المراحل بدأت من سن الفتو يعني نحن وصغار أنا كان حلمي إني أعمل دراسات عليا وخلص دكتوراه إنما مش كل شيء بتحلم فيه بتصلي بالوقت المناسب ظروف اجتماعية وظروف البلد ونحن تعرف جيلنا شهد حروب وخضات أمية واقتصادية وشغلة يعني هذه كلها كانت مأجلة فهذا القرار من هذه الأيام إنه مظروف ما سمحت لنا إلا بهالأيام هاي كنت متردد؟ لا أبدا أبدا كنت مصر كنت مصر حتى إنه بالمناقشة أستاذ الدكتور المشرف ذكرني إنه مرة عبقلني شو بدك فيها يعني إنه بالكي بصرف النظر عن أنا دلات مصر إنه لا أنا أخدت قرار ولازم أعمل هالإنجاز ولا بعد حين طبعا تخبرنا عن زملائك بالجامعة والأشخاص اللي كانوا كمان عم يحققوا وكان فيه تفاوت بالعمر يعني أصحابك بالجامعة أو زملاء عم يعملوا يمكن نفس الاختصاص عم يحصلوا على نفس الشهادة هنا بفارق عمر خبرنا كيف كان التعامل والتعاطي وقدي هاي دي الروح الفتية اللي عندك غلبت العمر لأنه هو رأم هو تفصيل بالنتيجة في حالي بدي أذكرلك ما يتصدل بس كنا عم يفوت على الصف تيجي بنت عمر الشي 17 سنة بتعرفني على حالة تقلي شو أستاذ عبتعلم هون فكرتني عبتعلم بالجامعة قلت أكيد مش راح مش راح تتذكرني أنا فلاني طلعت تلميذتي كنت علمها هي وصغيري ما عرفتاش أكيد صارت كبيري تغيرت خلتني شو أنت ها وقال إيه قلت لي هلا قلت قادي حدي أنا ويجيك هلا نفس الصف فقعت أنا وتلميذتي على نفس الطبق على نفس المقعد نفس الصف لا 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 مش مشكلة في مش مشكلة في قيل للرسول الأعظم أطلب العلم ولو في الصين أنا بقول أطلب العلم من المهدي إلى اللحد دخيل لك هلأ ما فينا روح على الصين كمان في كورونا قال لينا بالعلم بلبنان بجنن ناخد مناعة صار عنا مناعة على كل حال هيدا المناعة التعليمية يلي كمان بدنا نحكي عندنا أداة اليوم حضرتك قدوة لكل هيدا الجيل اليوم كمان بظل الظروف يلي عم نمر فيها بظل هالسنة الدراسية يلي كمان اتشارها من التفاصيل وخاصة مع الضغط الاقتصادي والمالي يلي عم يصير على الأهالي ده دي كمان رسالة لكل الطلاب لكل الأشخاص إنه ما حدا يستسلم ما حدا يوقف أمام العلم يلي هو أساس يلي هو ضرورة يلي هو حاجة صحيح سوشال ميديا صحيح مواقع تواصل اجتماعي صحيح اليوم يعني العالم المفتوح على الإنترنت قدر يوصلنا على كل شيء قدى اليوم العلم مهم أكتر من أي يوم آخر وقل ربي يزدني علما يعني العلم كل الرسل والأنبياء والمفكرين كلهم دعوا إلى مزيد من العلم قد ما بيقدر الواحد بيحصل ما في نهاية للعلم ما في قمة قمة العلم في فصحة واسعة طويلة عريضة ما إلى حدود من العلم وكل ما يزيد بعلم الواحد كل ما يشعر أنه هالبحر بعده أوسع بعده أوسع أنا بعني شوه شي إني عم بتعلم بيعرف قد شوي قد ما يتعلم بيحس حينه أنه بعده علمه محدود فالإرادة ممكن بالعلم أو بأي هدف تاني بدك الإرادة بدك التصميم بدك العزيمة مش إذا طلعت عقبة قدامك تتراجع لا، بدك تكمل أطرحت دكريل استمر عملها ما يقارب السنتين قبل ما تناقش ويخلص العمل كله خبرني شوي عن أبرز تحديات التي واجهتهم بها الأطروحة التي تحتعملين العوامل المؤثرة في الانتخابات النيابية في لبنان بعد اتفاق الطائف الحقيقة كانت الأطروحة يعني في عقبة كانت تعترضنا بس كافينا فيها نحنا كان لازم نحد الأطروحة أكثر من هاك نحنا عملنا على صعيد لبنان كله وعملنا استمرارات بكيفة الأراضي اللبنانية عملنا الميداني كان بكل لبنان وهذه اللي أرهقتنا يعني وتعبتنا بس حقيقة كان عنا إكيب عمل ساعدونا أنا بشاهلهم كل تحيي نحن نحطوا من مجهودهم لحتى يكونوا عمي وفرو لك كلها الداتا اللي أنت بحاجة لك طبعا مش مال لجنوب لبيروت لجبل للبقاع كل من ساعدونا تحية كبيرة بوجههم اليوم حدرتك بصدد تحضير الأصدار مجموعة من الكتب في التربية والاجتماع والسياسة وكمان بتحط فيها من تجربتك الخاصة تخبرني شوي عن التوجه اللي رح تروح لألوبي التحضير لها المجموعة هل رح تصدر كتاب يقتل والآخر كيف رح يتم الأصدار تباعا أنا حابب أولب بكمال جنبلات أنا عندي رسالة ماجستير في علم الاجتماع التربوي عن كمال جنبلات المربي في كتار ما بيعرفوا أنه كمال جنبلات كان مربي مربي فاضل مربي كبير بيعرفوا السياسي بيعرفوا المتصوف بيعرفوا وجوه كتير عن كمال جنبلات بس ما بيعرفوا الوجه التربوي اللي عنده أنا عشت حد كمال جنبلات فترة شي سبع سنين يعني وكان إلي شرف كبير فيها أنه يكون حد هالمعلم العظيم وبدأ إذا قال الله بريد أول إصداراتي بدأ تكون هادي كمال جنبلات المربي يعني بدأ العمل على هاله طبعاً أي مراحل هي خالصة؟ خالصة خالصة هي رسالة ماجستير مخلصة من مش خمسة عشر سنة يعني مرح يتم التنقيح فيها طبعاً مرح يتم التنقيح والزيادة مرح يتم التنقيح والزيادة نقول دايماً بالعمل التربوي اليوم من بعد كمان حصولك على شهدة الدكتوراه بعمر الواحدة وسبعين عام أدي هالإنجاز يلي الجامعة شفته بإنجاز تعليمي وأكاديمي كان طبيعي بالنسبة لإلك وكنت هالقد عم تتعاطى معه كطالب على مقاعد الدراسة أكتر من كرجل بعمر الواحدة وسبعين عام هم عم بحقق هالإنجاز هم بالجامعة حقيقة فرحوا ويعني وبيّنوا على فرحهم يعني وأنا أخذتها فعلاً أنا بقول قد ما اتعلموا قد ما هذا أنا بظل طالب علم طبعاً ايه فشي طبيعي بالنسبة لي شي طبيعي أنا طالب على مقاعد هالدراسي بالجامعة الليبنانية هذا الوحد بدي أذكر هاني تصدر شكر للدكتور محمد محسن عميد الجامعة اللي هو عياطلي وهنقلي بالإنجاز وقال لي بليتصور أنا وإياك وأرده على الحال شفنا صور على الهواء شفنا الصور على الهواء كمان اليوم هيدا التحدي اللي اشتستو اليوم التحضير كمان لإصدار مجموعة من الكتب مثل ما قلنا في شي بعض عبيلك شو الإشار هيك اللي بتفكر فيها لقدام أكاديمياً كيف رح توظف كمان هذه الشهادة هلأ هذه الشهادة رح تتوظف يعني مهنياً بقاش فينا نعمل شيء خلاص هلأ أنا بسمي التقاعد ومهنياً بقاش فينا نعمل فينا نعمل من ناحية علمية نحن تعلمنا لحتى نوظف علمنا نوظف علمنا بإسجاراتنا بتعاطينا بالمجتمع بخدمة مجتمعنا أهلنا ناسنا وخاصة هلأ لبنان عم بيتحول في تحول وفي مرحلة مفصلية إن شاء الله تكون لخير يعني هالانتفاضة اللي حققها هالشباب بلبنان نحن كنا نحلم فيها أنا شخصياً كنت أحلم فيها وكنت بتوقعها بس كنت تقول مش عجيلي يمكن نجي لنادنا أو أكثر هذا أكبر دليل إنه مثل الشهادة اللي حققتها ما في شيء له ووقته كل شيء بوقته بيحصل دكتور شايبين جرد شكراً لحضورك معنا ومبروك دكتورة مجدية مشاهدينا نحن وياكم منتابع صبحياتنا بعد الفاصل اللي لنا أبيض بتحكينا عن مسرحيتها الجديدة نوز عبينغ خليكن معنا مشاهدينا نحن وياكم صبحياتنا من روح للمسرح خشبة المسرح اللي دايماً هي خلاص فنة وثقافة ضروري يستمر وعم يستمر بطريقة حلوة وخاصة إنه في أشخاص مؤتمنين على خشبة المسرح دايماً أعمالهم بتكون تعمل تحول ونقطة تحول بمجتمعنا بثقافتنا بامتداد الثقافة المسرحية اللي هي مهمة جداً اليوم عمل جديد كمان بينطلق بمطلع شهر المقبل بشباط مع مخرجة دايماً منتابع عمالها منتطلع لحتى نشوف شو عم بتقدمه خاصة إذا كانت التوليفة مع جوزيان بولوس لما نحكي عن الإخراج منكون عم نحكي عن استثناء بعالم المسرح منكون عم نحكي عن شغف ما له حدود وما بيخلص مع المخرجة لينا أبيض ضيفت بالستوديو صباح الخير صباح النور لينا أهلا وسهلا فيك شكراً دايماً إنسي بلاجر أنه نكون عم نحكي عنك ومعك وخاصة عم بالمسرح لينا اليوم مسرحية جديدة صبحية نصل جوزيان بولوس هالمسرحية بتنطلق بستة شباط خبرين بكل الظروف يلي البلد عم بيمر فيها بكل التحديات أدي مهم ما بدي أقول تحدي بدي أقول مهم أنه نكون عم نتوجه كمان للمنح الثقافي ولمسرح من خلال هالعمال طبعاً أنا بتصور أول شي فعلاً لازم حيج جوزيان بولوس لأنه كان عندها هيك مثبرة فضيعة حتى لما نحنا نقول تعبنين وما قادرين والوضع مش منيح تقول لا لا خلينا نجتمع ونشتغل وكان فعلاً شغلة حلوة وصعبة يعني كنا نعود شي ثلاثة أربع ساعة من فطفة ونحكي عن المشاكل يلي البلد عمي واجهها لأنه ما بقى قصة شخصية صارت قصة بلد هلا وبعدين نبلش بالشغل وفعلاً على ثلاث ساعات أربع ساعات كان شغلة كتير حلوة إنه الواحد يقدر يشتغل ويفضي هالكمية مش حقب بس الصعوبات عنا إياها بها المسرحية وندحك وعلى قليل نبدأ عالم بيشبهنا شوي إذا ما قادرين نبنيه بالبلد يعني نبلش على قليل بالمسرح بقى فعلاً هدي يعني جوزيان بوروس كان عندها دور كتير مهم بها المسرحية مش بس ككاتبة وكمنتجة بس كدافع الحلو إنه كمان عنا فريق كتير لزيزي اللي هو كمان مجنون شوي يعني إنه بهالوضع كمان ناس جي عبالة تسكر عحالة ينزلوا على المظاهرات ويرجعوا يجوا يشتغلوا أو نخلص الشغل ونرجع ننزل على المظاهرات بقى هات مين سوا بتصور هيدا دور كمانا أي شخص مننا يعمل يعمل شغله بس كمانا ينزل على المظاهرات وكانت هيك فصحة أمل وفصحة ضرحك وفصحة كتير حلوة وكتير مهمة كانت بالنسبة لقلنا هالشهر هذا العالم يلي لنا عم تحكي عنه يلي نصته جوزيان بولوس خبريني شوي عن صبحية أنت نص وصلك جاهز أو لأ كان لك علاقة بتفاصيل ما أنا إلي علاقة بس الممثلين كلهم علاقة نص المسرحي بيجي مثل بلوبرنت يعني مثل خريطة وبعدين نرجع نشتغل عليها مع الممثلين ونحن حظنا حلو أنه جوزيان بولوس موجودة بالعمل وهي شخص منفتح يعني هي عندها شخص عنده خبرة بهو إيش هو المسرح أنه المسرح ما أنه ناس جامد ناس بيتغير بيتحول لحديث ما بتصور من بعد ما نحن نخلصه لحنتقدر هي تنشو إذا جاء بلا تنشو وبيستاهل ينشر فعلاً لأنه بزيت الوقت نص لذيذ وخفيف في قصة حب بس بزيت الوقت في أعماء يعني في ليرس لهالنص لأنه الإبنة الجميلة يلي عم تلعبه جوزيان بولوس وفي حرب بلبنان وهو على الجبهة عم يصور وبينصاب وبلا ما تعرف أمه لحي رجع يطلع عالضيعة بهالوقت وصلت تجارة يلي هي تقريباً من ذات العمر طبع سامر يلي هو هالوالفوتوغرافر وهني كانوا مغرومين ببعض لما كان عمرهم 15 سنة اليوم عمرهم 30 سنة وكل المسرحية عن قصة هالقصة الحب بين هالشاب وهالبنة كيف حيرجع يتعرفوا عبعض كيف حيرجع ينغرموا ببعض بس طبعاً القصص مش هيك ومش هالقدي هيني في مشكلة كبيرة بين أمه لسامر وأمه لبنة أتحال عمشوف كمان هالبنة أمشوف هادي ويارا هادي أبا عياش ويارا زخور يلي هم الممثلين فعلاً كتير كتير حلوين وحظة كتير حلوين بشتغل معه لينا كيف اشتغلته يعني شخصيات كيف كل واحد اشتغل على بعض شخصيته تحت إدارتك انت بالفجن يلي جوزيان شايفة طيب الفجن يلي انت يو بوتيتو جاذو لحتى العمل يكون متاكمن أول شي سمنا هلأ هدي تالية مسرحية بيشتغلها أنا ويشوزيان كهي ممثلة وأنا مخرجة لأن كان فيه قبل نصين لأليكساند بشار لنا تانديو ومسيو بشارة ورجعنا اشتغلنا سواهية كمنتجة لنص أنا اشتغلته اسمه ما فينا ندفع ما نح ندفع كان هلأ وقتها بس مش مشكلينها سبقنا الوقت بس الحلو انه صار فيه عنا يعني أوقات نطلع بزيت الفكرة أنا وياها بزيت الوقت قد ما صرنا هلأ عنا خبرة وصار تعرف هي أنا كيف راسي بشتغل وأنا بعرف كيف راسي بشتغل بقى كان كتير سلس الشغل وماجي بدوي بلبين كمان شخص عنده تجربة بالمسرحة كتير كبيرة وهي مستمعة يعني حلو كمان يكون عندك على المسرح ناس ما بيحكوه بس بيتسمعو وماجي من الناس اللي بيتسمعو بعدين بتاخد كل شيء عملنا الخلاصة وبترجع هي بتعملها بطبخطة وبنكاتها هي ويارا كمان اشتغلت معه قبل بمرة وهدي اشتغلت معه بس على فيلم لفليب عرق تنجي بقى كان كتير حلو نرجع نعمل هاللقاء ومعنا كمان بالفريق سني عبد الباقي اللي هو كان تلميزي وهلأ صار استيز وصار ممثل رائع واشتغلت معه عدة مرات وهلأ صار المساعد مخرج بقى الفريق كان فيه متعة وكان فيه سلاسة بالشغل وعبنا فترة كتير طويلة عم نقرأ النص يعني عجمي فعلا عجمي كتير كلنا سوا وكلنا فريق عنا زيت الطريقة التفكير يعني هو نحن نفتحين كتير عبعض كتير الناس تتسمى عبعض وكلنا عنا هم واحد هو انه المسرحية تطلع متل ما جوزيان كنبدا ايها مسرحية خفيفة مغضومة بس فيها عندها بعض عندها بعض انسانة كتير مهمية اللي هو ليش هالشاب عمل كيف لما بالعيلة فيه مشاكل كتير صعبة كيف هالامة ما بتحب ابنها هي مستعدة تتخطى هالسقوب اللي هي عند اياها الحقد اللي عند اياها المرارة اللي عند اياها لتتخطى وترجع تعمل اللي هو فعلا افضل لابنها مش بس لالها بقى كل هيدا عمل خلطة فعلا كتير حلوة يبين شوية مرارة شوية شوية وهيكا انفتاح وحب وفي لزة في متعة متعة دينا شو اللي حتى الواحد يقدم دايما مادة جديدة يمكن المواضيع بتتكرر المواضيع موجودة بمجتمعنا يمكن كيف نجمعها كيف نطبخها مع بعضها هي اللي بغير شو الجديد اللي انت اضفته للك بهيدا العمل كمخرجة بتصدر هون اللي حلو بهيدا النص هي الفوكيها الخفة فكرة انو ما بنا نعمل شي كتير قاسي يعني انا عندي حب نروح على اشي قاسي وهيدا كان في تحدي طول الوقت وشو زيان تتذكرني ان انها عم نقدم بتصير رومانتك كوميدي يعني هي تفرجت عا كتير فلومي بقدمه رومانتك كوميدي انا رجعت اتفرجت عليهم لنشوف كيف بيوصلوا هال لها الخفة وكيف نخبر قصة حب بتكون هيك حقيية جنيوان بسيطة بسيطة ويعني حلو كمانا كون بس قصة حب يعني دولي على طول الدراما يعني ما عايشين الدراما بكافي بحياتنا بقى كان فعلا بدنا فعلا فعلا الفكرة انو نقدم للجمهور هالمرة فصحة امل فصحة هيك بهجة شي خفيف بسيط بيو لهجة كسروانية اوف مش انا علمتنيها راحوا اخذوا درس اخذوا دروس رجعوا هلا مانهم ذاكرة اسم الشخص الوانية يعني في كتير ايش وليش و اي 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 كتير كتير مهضوم يعني هي لحانة اللهجة الكسروانية كتير لزيزة وكتير هيك عندها فيها شي كتير مهضوم بقى راحوا اخذوا درس سجلوا كل المسرحية باللهجة الكسروانية وعم يحكوها ماكي بدوي وجزيان بولوس بقى شي كتير مهضوم كمان يعني هيدا منطلع كمان لهيدا الجانب الفوكاهي اللي عم بتقولي عنه بغض النظر عن هيدا العمل لنا بيتعاملك مع جوزيان شو المهم بنص جوزيان بتصور هو كيف واحد يمرو من موضوع كتير بسيط قصة حب هيدا اول قصة حب هن عشوها الشباب وبذات الوقت عن حياته اليومية والحقيقة بعدين بتكتشف انه كل المسرحية حوال قصص الحب لانه اختنا جميلة عايشة مع اختها يلي متجوزت يلي كان عندها قصة حب لماكي عمرة خمسة عشر سنة وهيدا الشب هاجر واول شي كن يكتب له بعدين وقف يكتب له وهي ضلت ناطرة لحديت ما هالبنت صغيري اللي عمرة ثلاثين سنة بتقله بس فينا نلاقيه على فيسبوك بتلاقيه على فيسبوك بتكتشف انه هو صار عايش بكندا ومجوز وعنده ولاد وفجأة فيه جرح كبير بيجي انه هي متروت كلها سنين وتأملت وحلمت فيه هو راح ومعد رجع هيدا اول قصة حب اختها يعني الام جميلة كمان عندها قصة حب وقصة حب اللي كمان جرحت فيها وجوزة توفى بس كمانها مستعدة تنسى يعني كل قصص الحب عمت يعني هي مسرحية فيها كتير حب في قصص حب نشحت وفي قصص حب مع الاسف ما تنجع ايه مثل الحيات ايه مثل الحيات بس هالمرة قصص الحب اللي بتنجح اهم كتير من اللي فشلت اللي هي شغلة كتير اللي نحن بحاجلها ايه ايه تماما عايزين 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 قصص حب خاصة بها المرحلة ايه تماما لنا اليوم العمل اللي راح ينطلق على تياتر مونو بستة شباط خبريني اكتر كيف الانطلاقة راح تكون كيف تيكتينج يلا القصص عبارو وفيه الواحد يشتري كمان تيكتات على الباب اذا بتذكر كتير منيه ساعة 8 ونص وجوزيان عم تعمل فكرة كتير حلوة انه اللي نعمل المسرحية كمان صبحية اللي نعملها عبكرة بتصوب اليوم السبت يوم الاحد اللي نعمل قدم المسرحية الساعة 12 الظهر يعني الناس بيجوا بيتروقوا معنا وبعدين بيفوتوا على المسرح انت برانش تياتر انت برانش تياتر اكزاكلي انت برانش تياتر نحنا عنا برانش تياتر الانطلاقة راح تكون بستة شباط على راد على مسرح مونو معقول تطلعوا بالمسرحية براد لبنان في مشروع كتير حلو شو زيان بولوس عندي راح قللك بس شو هو مهرجين المسرح اللبناني بفرنسا ببريز هيدا مشروع اشتغلت عليه فترة كتير طويلة بس انا ملاح احكي عنه لانه هي صاحبة المشروع وبتمنى انه تستقبلوها قريبا على المشروع الفضية لانه نحنا طول وقت منستقبل مسرحيات من بره بوجه على لبنان بس كتير صعب لمسرحية لبنانية تطلع على بريز وبتصور هيدا المشروع اللي هي عم تعمله ولا هتحققه هالمرة بشهر ايار فكرة رائعة لجمهور اللبناني لجمهور الفرنسا والممثلين اللي جاعة بينهم يفرجوا كلها الطاقات وعنها طاقات رائعة باللبنان مسرح بحالة كتير كتير جميلة وقوية ونشيطة هلأ انت لأني اللي عم بتقولي اديه هذا الامر مهم لما الواحد يطلع من نطاق لبنان والعالم العربي الى العالم الى الغربي الى فرنسا فيه تحدي كتير كبير يعني حلو الواحد يكون قاعد بمحل على طول بيعترفوا فيه بيه اهله فيه هذا بس فيه تحدي واحد يروح يقدم مسرحية برات النطاق اللي هو عود عليه اذا بالعالم العربي لان العالم العربي كمانا عندهم مساره وعندهم جمهور كتير زكي طبعا وكتير فعلا دقيق وبيعرف فيه اي من الشغل وحلو كمانا واحد يرجع يروح ع فرنسا يعني فيه روح ع فرنسا ع امريكا على كتير حلو هالتحدي وهو تحدي للممثل بس هو تبادل ثقافات كمانا يعني احنا مش بس بدنا نتبادل اسلحة او بدنا نتبادل ضاعة لان احنا ما نورد يعني توقف نستورد بس فينا كمانا نورد ثقافة وثقافتنا بتستاهل انه تتورد لبرا ونروح فيها اليوم انتلاعا كمان من عملك الاكاديمي انتلاعا من اللي عم بتقولي من الطاقات الموجودة بالمسرح اللبناني اليوم بغض نظر عن الظروف اللي عم المرفية الاستثنائية اللي اكيد ما فيش ما له حلو ما فيش ما له نهيه ودايما بيضال عنا هيك راجع وطاقة ايجابية ناخدها لنا اليوم ادي هيدا الطاقات ادي اليوم مسرحنا لشو بيفتقدنا احنا لشو بحاجة اليوم لحتى نعمل هيدا الابجريد كمان معا اكتر يعني مثل ما الدولة هلأ مفقدة هالثقة يعني في اول شي في مصرية الثقة في مشكلة كمانا سبونسورين يعني برجت برودكشن نحنا عايزين مشان هيك دولة لجزيان بولو صير مهم يعني قصة البرودكشن قصة انه واحد يقول انا بقين انا بقين بهذا المشروع انا بقين بهذا المشروع انا بقين بهذا الممثلين انا بقين ان المسرح اذا عملت انفستمنت فيه لحيرجع يطلع لك ايه هيدا الشغلة كتير مهمة ونحنا هيدا اللي نفقد له مفقد برودكشن مفقد ناس منتجين يعني قادرين بي عندهم الثقة بالعمل حتى يحملوا ويجيبوا تمويل والتمويل عم يرجع يجي يعني لما واحد بيسترجي بيتحدى بيتحدى الوضع بيروح بيجيبها التمويل التمويل بيجي والجمهور بيجي هيدا كمان اشغال كتير مهمة بالحديث عن الجمهور اليوم ما رأنا بفترة بالمسرح كان الجمهور بدي تشديه لحتى يروح على المسارح ويحضر الاعمال ولكن ما رأت فترة بالسنوات الاخيرة وخاصة وهلأ يعني بظل الظروف الاقتصادية المؤلمية اللي عم نمر فيها فيه نوع من حب وعطش وفيه نوع من رغبة بانه الناس تروح تفش خلقه بها المكان تروح تعمل انفستمنت تدفع هاتكت لحتى تحضر شي تطلع منه اخذة زوادة ثقافية اجتماعية شو ما كانت تماما انا كل مرة فعلا بحية الجمهور اول ما من بلش المسرحية بحية الجمهور بحية هالمجهود الي عم يعملوا لانه اهيان شي واحد جاعد بالبيت او يروح المطعم يلي هو شغلي كمان امهمة واحد جاعد ببيته ما عمقول لا ويعد يحكي مع اهله وولاده بس كمان هيدا الطاقة بتصور الناس فهمت انه اللي منلاقيه بالمسرح ما منلاقيه بالمحل تاني يعني فكرة انه فيه متان شخص بيفوتوا بذات الوقت عزات المحل بيعملوا مثل يعني بينسقوا حتى نبض حياتهم ونبض قلبهم عزات الوتيرة وبيصيروا عم يتضحكوا مع بعض وعم يبكوا مع بعض هيدا ما في محل بالعالم في يجيب هالشغلة الا الثورة بالشوارع فعلا فعلا لما كنا كنا سوا كانت شغلة كتير حلوة لانه فعلا عم نقول ذات الشغلة عم زيت الحلم عم زيت الافكار يعني فيه تضامن فضيح في نبض واحد في نبض واحد بالمسرح بتلاقيه النبض واحد بتصور دايس صارت حساسة هالمحل يلي بيصير فيه متل وحدة متل فيه تضامن فيه يونين وهيدي شغلة كتير حلوة وبهدين بيصير فيه علاقة يعني بتظهر من المسرح فيك تعد تحكي مع الناس اللي حضروا المسرحية بلا ما تعرفهم وبهدين بيقلص المشروع فيك تحتشتر معهم كايس وفيك ترجع على بيتك يعني بس حلو هالفكرة انه هيدا المسرح بيعطيك هالمجال هالفصحة هيك اللي فيك تتقبى الشخص التاني فيك تقعد معه وتتضحك مع بعض انت بتتصور شو معنيتها صالة ميتين شخص عم يتضحكوا بزيت الوقت وقاتهم بيتضحكوا مع بعض وقاتهم بيتضحكوا واحد لحالهم بيتضحكوا ويتتأسلوا مع بعض وبيتقوا مع بعض ويتفعلوا مع بعض شكل واحد شكرا عم تتصور الناس صاروا بحاجة لهالقعد مع بعض هالجمعة هالجمعة كتير حلوة طبعا لينا انت لقوا من هيدا البوضوع دي كمان الرياكشن طبعا الناس اوقات بتأسل على انكم تغيروا شي بالعمل اه اه كتير انتم بتكونوا حاطين يمكن بمحل معين يمكن تكونوا قيلين هون رح يكون كومدي حيتضحكوا بيفجعوكم بيدحكوا على شيء تماما لان هلأ انا بالضحك انا وقعدي انا وسني عبدالباقي قاعدين احنا الوحيدين اللي منضحك بس كمان الهن يتعودوا علينا بقى بيكملوا بس لما نحن شخصين بصالة لما بكونوا ميتين شخص بيصفي غير قصة كل يوم بتضحكوا على شي مختلف كل يوم بزقفوا بطريقة مختلفة بقى فيه شي كتير حي بالمسرع اللي هو كتير حلو كمان للممثلين يعني انه فيه فيه لقاء هيك فيه 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 كهرباء غير 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 قصة غير قصة هالكهربة اتليس فيه كهرباء بالمسرع بالمسرع فيه كهرباء مطلقة لنا بدي اتمنى لكم كلتوا فيه المسرحية صبحينا جوزيان بولوس اخراجك لنا ابيض تمثيل ماجيب دوي جوزيان جوزيان بولوس سيارة زخور وهدي ابو عياش بوجهنه تحية كتير كبيرة انت لأن من ست شباط القادم على مسرح منوت تيكاتينج بانتوان بلشو حجزوا من هلأ ما تنتر تقولوا عن العمل بي شهر لا العمل بيبلش بستة ببلش نحجز بستة لحتى يطولوا اكتر من شهر نعم نعم لنا ابيض شكرا لك اهلا وسهلا فيك مشاهدينا نحنا وياكم من التابع رح نروح لتقرير بياخدنا اكتر لليوزيين لجامعة القديس يوسف ببيروت يلي اطلقت تطبيق ما تنسي بحضور الفنانة اليسا يلي بيخدنا اكتر كمان لانه نتوقع من مرض السرطان كيف كانت العجوة بهذا التقرير من تابع سوا بدي خبركم قصة عن امرأة لبنانية بس راحت عن طبيبة طلب منها كل المعلومات الطبية الخاصة فيها ولانه طبيب عشاطر وبيعرف شو هنه اجدد التوصيات للكشف المكر لسرطان السدي بلبنان بيطلب منها تعمل لفخصات اللازمة بالوقت اللازمة وحسب المعلومات الطبية الخاصة فيها اهم شيء لما بدنا نحضب العدو هو اعرف عدوك يعني احنا اذا اعتبرنا سرطان السدي هو العدو اهم طريقة تننتسك ونربح هي بالتوعي فدورنا كلنا دور الاطباء دور المرضى دور الاعلانيين دور الفنانين يفوتوا بالتوعي بدي اقلها لاليسا عمصور تقلق انه انت ملكي بالغناء بالغناء بالفن عمصور تقلق انه انت ملكي بالجمال عمصور تقلق انه انت اليوم ملكي بالتوعية وملكي بالطبية الهدف الرئيسي انه نوعي الناس فتشوق السرطان قبل ما تحسوا بالعوارد تالت شي اذا صار السرطان منعالجه ونسبة محدة دي من الناس اللي بيتعالجوا بصحه نحنا اليوم حصرنا الموضوع بيابليكيشن اليوم ما بقى في حدا بالدنيا ما معه سمارت فون رح يستقبل المساج ورح يرد يعني التواصل هو احلى وسيلة للتواصل انا بهني القيمين على المشروع وبتمنى لكم النجاح من كل قلبي لما نعرف نحنا واهلنا بيقولولنا انتبهوا على صحتكم صحتكم شي اثمين شي مهم بحياتكم ونحنا عنا نوع من نزعة هيكة كبار وصغار انه نتجهل وننسى وما ننتبه انه الصحة هيدا خير من ربنا وعلينا انه ننتبه عليه وننتبه عليه ونزور الحكيم ومن كلمة دي لما دي انه ننتبه لها حاجة ونعرف وين نقاط القوة ونقاط الضعف بحياتنا وننتبه على النقاط الضعف حتى دايما هالنقاط هيدا نحول النقاط قوة ونحنا بحاجة لها سرطان السلي من لبنان من وقت ما انا رجعت على لبنان كانت تبو يعني انا ما بعرف اذا هيدا الحفلة كنا بدنا نعملها سنة 1988 اما 1987 اما بعد الحرب 92 اما 93 ما بعرف اذا كنا عملناها بنفس طريقة يمكن نص الكلو موجودين هون كانوا اجوا عالسكت اما ما اجوا ويمكن نص الكلو مهتمين بالموضوع يمكن كانوا سألوا السؤالات بعدنا بالمخفة ما ننسى انو نحنا بالبنان بعدنا لهلأ كتير من الاوقات بنقول هيداك المرر اما منخاف نسمي اما حتى رما منعرفه بنقول خلص نحنا عرفناه نحنا ما بدنا نحكي عنه مشان هيك التوعية كتير مهمة ومشان هيك عمل مثل العمل يلي اليوم عم تعمله معنا كتير مهم لانه العمل يلي عم تعمله هو عم بشي كتابه وعم بيخلي الناس تحكي اكتر وما تستحكي شفت قدامي انساني راقيا شفت قدامي انساني عارفة شو بده شفت قدامي انساني عصامية شفت قدامي انساني ما بتخاف ولا ممكن تتهاون على اي مشكل ويهي مستعدة لكل شيء وبعدين شفت انساني قدامي بتحب كل الناس اللي داني من داره لانه من بعد ما تعالجت اليسا ايجا كتير ناس من الناس اللي هي بتحبوهم والناس اللي هني داني من دارهم لانه هي من بتكتشفوا بطريقة مبكرة انه عندهم سرطان السدي وكل ليتهم اتحكي انا فخورة كوني لبنانية بوجود كل هالمبدعين الطلاب والدكاترة المهمين يلي بيتفوقوا على اي دكتور بأي دولة بالعالم مبسوطة اكيد انه كانت سبب لتوعية كتير سيدات من هالمرض وانا تقريبا حكيت كل شيء بهالسنتين اللي قطعوا عن انا شو صار معي وكيف تعالجت وان وصلت وكيف هزمت المرض بمحبة مثل ما قال الدكتور مخفت كفات حياتي عادة بس بيضال عنا شي نقوله لانه كل مرة بنحكي شي في سيدة واحدة او اكتر رح تسمعنا بديقول لكل سيدة رغم كل الظروف اللي عم نعيشها في سيدات بتأجل هالشي بتقول انه هلأ مش وقتها اليوم في تسكير طريق اليوم في مظاهرة لأ صحتك اولويتك اذا خسرتك تخسر حياتك تخسر عائلتك ما في شي بيتقدم على اولوية صحتك بالحياة اليوم بدي اقول انا فخورة فيك كتير هاني فخورة بالدكتور ماروان كل الدكتورة اللي عم يفتحوا مجال قدامكن اللي تكونوا خلاقين ومبدعين بمجالاتكن هيدا انجاز نوعي انجاز زكي بيخلي كل سيدة تذكر موعد اللي بتعمل فيه بحساتها وبدي اقول اخيرا انه العلاق اللي بقاية هي خير من اهم علاج قد ما تكتشفي عبكير قد ما تخففي على حالك وجع وعذاب اشتركوا في القناة رفقتنا بسبحية جديدة من احلى صباح مترفق من خير احنا وياكم عبر شاشة تليفزيون لبنان بدي اذكر كل الاشخاص اللي عم تتابعونا ما ينسوا يتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج يرح تمروا باسفل الشاشة يمكن على الفيسبوك على تويتر او عبر الانستغرام ادي حلو هيك دايما نحس ببداية جديدة كتار مننا يمكن بيعتبروا النهايات اللي مرأت بحياتهم او اي نهاية ممكن تكون تعيسة ما فينا نرجع للورا ونرجع نعيد النهاية ونخيطة على زوءنا ولكن فيها نوريش الماليوم تحتى نرسم لنهاية سعيدة قريبة جدا هيك منكون بلشنا ببداية حلوة وانطلقنا بحيات افضل مش عيب ابدا ان نرجع لذواتنا بكل مرحلة من حياتنا لانه هيك منكون فعلا عم نعيش تجدد دايم منكون عم نحس بيذاتنا من جوة اكتر بهذه الروح اللي لازم نعطيها ايما اكبر لما نكون موجودين نحن وياها لوحدة مش غلط ان الواحد يقعب مع حاله وهيك بيكتشف الاخر اكتر بصير يفهم الاخر بوضوح اكبر خلينا كلنا اليوم هيك نرجع لذواتنا نرجع لروحنا لنفسنا تحتى نعطيها ايما تحتى نحسسها بالامان كمان لانه قدي حلو اليوم بيظل الظروف اللي عم نعيشها يكون الانسان عايش بسلام مع ذاته يعرف انه كل الامور اللي عم تمرق بحياته ما راح تكون هيك ما رأيت بس لمجرد صدفي كله مرسوم كله مخطط له من رب العالمين فتكلوا على الله بكل خطوة تكلوا عليه بكل شغلة بتقوموا فيها لانه هو قادر يدبر الامور للأفضل وقدر يرسم طريقة واضحة لكل واحد منها فيمكن الطريقة اللي عم نفكر فيها تكون مليانة مطبات مليانة تعرجات مليانة مشاكل خلينا تخطى هيدا الامور بالاتكال عليه وكمان نقدي حلو ناتكال على الاخر اللي موجود حدنا كتار يمكن بيعتبروا انه اذا كان في حد حد هيدا الاخر ممكن ما يكون عم بيشاركون هون بطريقة ايجابية ممكن يأثر سلبا على حياتهم ولكن في كتير اشخاص بيكونوا مليانين طاقة ايجابية بيعطونا ايجابية بالحياة تحت منطلق تحت نقمن بحالنا قبل ما نقمن بظروف المحيطة فينا يمكن اليوم عن بحكي هيك شوي بتجرد عن بحكي عن كل الامور اللي لازم نفكر فيها بيننا وبين حالنا تحتى نطلع من كل الازمات والضيئة المدرية والاقتصادية بحياتنا اليومية ان شاء الله يا رب هيك يكون عطيتكن مثل بادرة ايجابية او طرف ايجابة بالحياة تحتى تنطلقوا من شي جديد وتبتكلوا عليه اليوم نحن وياكم طبعين وفقرات فضيوفة عديدة راح نترفع من خلالها انما هلأ راح نروح حتى نتابع نحن وياكم ريبورتاج عن العيد الوطني الهندي وفقرات فضيوفة عديدة راح نتبر فيها ايجابة ايجابة سوء ايجابة السيق progression وحدواoz som هما فيها تحتى نظل ثنيات اليوم نهتفل بيوم الوطني لجمهورية الهند وانا عارف علاقات بين الهند ولبنان مميزة جدا وانا نامل هذه علاقات انشاء الله في تطوير جدا في كل المجالات مجال السنائية وتقافية واللاقات بين شعبين انشاء الله في تطوير هذه علاقات الهند دولة كبيرة وصنعتها اليوم صارت من الدرجة الاولى عندها شراكة مع مصانع كبيرة انجليزية ومع مصانع امريكية وعندها علاقة جيدة لبنان مع الهند ونحن منحب نقوها العلاقة معهم ونقوها علاقة مع الصناعيين الهنود والصناعيين الربنانيين هذا اليوم الوطني للهند هو يوم وطني لحضارة ويوم وطني لشعب حيوي وشعب منتج وشعب يعني يقدم للبشرية هذا الانتاج اللي عم يعمله واضح جدا بان الهند ايضا تحاول ان تواكب التطور العلمي الحاصل على مستوى العالم نهني اخوانا في السفارة الهند ونبرك لهم بهذه المناسبة ونتمنى لهم العلاقات والمحبة بين الشعبين الشقيين بهذه الله تعالى اولا من هنيهم بهذا العيد الهند صديقة للبنان من فترة طويلة وصديقة للعرب ككل وهي البلد التي عشها غندي بايام الحرب وايام السلم وكان مثاله الاعلى ان الانسان يتعايش مع السلام وليس مع الحرب بدنا نعيد سعادة السفير بالعيد الوطني وفعلا يعني هو جديد متعين بلبنان ولكن نحنا ندعمه ونكون الى جانبه لانه فعلا بين لبنان وبين الهند في مصلحة قوية وفي تبادل على جميع الاصعادة وان شاء الله الله وفقه ومنقدم تهين الى دولة ولا شعب الهند لانه في علاقات طيبة لبنان هذه الدليل صحة لبنان انه كل السفرات كلها موجودة وبنتمنى الكل يتجاوبوا مع لبنان وخاصة بالازمة الحالية اللي نحنا فيها نحن جئنا لاداء الواجب نعتبر هند دولة صديقة والجارة للجمهورية الاسلامية الإيرانية ولدينا علاقات جيدة بل نستطيع ان نقول علاقات منتازة مع الحكومة الهندية لدينا علاقات اقتصادية ثقافية تجارية سياسية جيدة فمن التبعي ان نأتي هنا لنهنئ هذه المناسبة السئيدة للحكومة الهندية وللشعب الهندي وللقيادة ولعموم الهنديين هذه المناسبة الكريمة ونقول لهم كلهم وأنتم بخير يعني هي مناسبة لنرجع نكمل نشاطاتنا ونقدم تهانينا لهالبعستات الدبلوماسية وخصوصا ببلد مثل الهند اليوم بالذكرى استقلال الوحدة وسبعين وهيدا البلد بتاريخه وبإنجازاته بتصور عبر الكل يزم يتعلم منه شكرا للمشاهدة المترجم للقناة صباح الخير لكم مشاهدين عن طبيعينا بسبحيتنا من أحلى صباح وبرحب بكل الأشخاص اللي ينضموا لرفقتنا بهذا الوقت تمكن الفرد والاتكال على أدوراته الفردية هايدي بحضرتها قدرة ممكن من خلال نكون عم نساعد كل شاب وصبية حتى يمكنوا حالهم بالمجتمع أكثر وأكثر ممكن من ناحية الاقتصادية من ناحية التربوية أو حتى من ناحية العملية يوم دورات تدريبية مجانية عم بتقوم فيها تحديدا من مركز الغبيري للتدريب المهني المعجل بالتعاون مع البلدية بهدف التدريب المهني والتمكين الاقتصادية نحكي أكثر عن هالموضوع بصر نقصادية في حيدر حمادي مدير مركز بلدية الغبيري للتدريب المهني المعجل صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك بداية هيك للمحة سريعة عن مركز الغبيري للتدريب المهني أم تنتقسس أو شو أبرز أهدف طبعا مركز بلدية الغبيري تأسس بشهر ستة الفين واثمتعش عم نحكي عن سنة ونص تأسيس هيدا المركز هيدا المركز الخدمات التنمى والاجتماع اللي بيقدم مجموعة متنوعة عم للدورات التخصصية مركز عم بيكون فيه علاق قبال كتير كبير من المنتسبين لهيدا المركز نشاطات اللي عم بيقدمها هي دورات وورش تدريبية مختلفة ضمن عنوين مختلفة وواصعة شو هي هالعنويين وشو هي هالورش التدريبية اللي عم بيكون فيها خاصة بالتعاون مع بلدية الغبيري طبعا نحن بنقسم عملنا لأربع عنوين عامة هي دورات الإحرفية دورات المهنية دورات اللغات ودورات التخصصية الجمعية وكيف عم بتم التعامل مع البلدية من أي ناحية؟ البلدية عم بيكون فيها دور كتير كبير عصاعد الدعم المادي والمعنوي طبعا البلدية عم توقف حدنا بكتير من المواقف عم تكون فيها إلى متابعات يومية لهيدا العمال لحتى يكون فيه تقديم لهيدا الخدمة وتجويد لهيدا الخدمة وهي خدمة التعليم يعني مثل ما ذكرت من شوية عم بيكون فيه عدة اختصاصات موجودة داخل المركز مركز الغبيري هالاختصاصات شو هي اليوم وترضي شديحة كبيرة من الطلاب اللي بنتوجهوا على المركز؟ طبعا نحن عمنا نوعين التوجه اللي عم نشتغله طارتا نحن نشتغل مع الطلاب حسب الحاجة اللي بيكون بدونيها طارتا نحن نروحه بسوق العمل سوق العمل وتلبية احتياجات هيدا السوق طبعا عم تكون في تلبية لهوا الطلاب وهذا الشي عم يثبت من ناحية الاقبال الكثيف اللي عم بيكون لعنا لهيدا الدورات وهي عم تكون طبعا برسوم شبه رمزية مقارنة مع كتير من رسوم عالي جدا عم تكون باماكن تانية طب شو هي الاختصاصات؟ يعني اليوم اذا انا عم بيحضرني اي طالب وحبي بيتوجه على المركز في اختصاصات راح ترضي؟ مثل ما عم تشوفي عنا هون بهذا الفلاير هذا الفلاير نحن جهزناه للمركز عم يتضمن دورات تخصوصية وجمعية عم نحكي بعنوان مثل PLC دورات تخصوصية بعالم الهندس الكهرباء دورات خاصة بالرافت، الاستريتر، فوتوشوب، انديزاين وكتير عنوين خاصة بعالم غرافيكس هيك دورات تخصوصية جمعية اذا نحكي عن دورات اللغات دورات اللغات هي مثل اللغات الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الصينية وهلأ جديدنا للصيني والألماني لانو فيه كتير اقبال على موضوع اللغات عنا بالمركز دورات الحرافية والمهنية اللي هي بالفعل عم تكون أساس لإيجاد المنتسدين اللي عندنا اللي نحن عم نساعدهم لإيجاد فرص عمل والانخراط بسوء العمل مثل دورات صناعة تشكيل الصابون الكروشي تنزيم البالونات الرسمي الفني تطريز اليدوي وعناوين مختلفة طبعاً وكبيرة نعم، وكما عرفت امتوا بدورات نيوالية المونة والإنتاج الزراعي خاصة أنه اليوم نحن بحاجة لتفعيل هذا القطاع أكتر وأكتر شو أبرغنا تضمنتوا هالدورة؟ دورة المونة والإنتاج الزراعي هي من الدورات اللي بالفعل كان في عليها إقبال كتير كبير اليوم عم يجي المنتسب لهالدورة عم يقدر يتعرف على كل الصناعات الزراعية الموضوع الإنتاج الزراعي موضوع كيفية تصنيع اللبنة ومشتقات الحليب كيفية تصنيع المربيات والمخللات استخراج الزيوت العطرية تصنيع الصابون اليوم بعد تنفذ هالدورة قادر الطالب اللي عنا يقدر يفتح مصنع صغير مشروع صغير لإله يقدر يأنتج ويلاقي فرصة عمل حقيقية بالفعل أو يقدر يكون فورن بأي مؤسسة بأي مصنع أو يدير هيدا المصنع وعم تكون بالفعل هيدا المنتجات هي جدا مميزة وهذا الشيء نحن من أهداف المركز هو إجابة فرص عمل حقيقية لأخذ الطلاب الطلاب وكمان إذا عم نحكي عن الإنتاج المحلي خاصة بالنسبة للمونة يعني هون كمان عم ندعم السيدات من هيدا الناحية سيدات منطقة الغبيري أو المحيط خلينا نحكي شوي عن دالي يوم قادرين تساعدوا المرأة وقدرين تمكنوها اقتصادية من خلال الدورات التدريبية اللي عم تمو فيها فعلا نحن الإقبال الكبير اللي كان عندنا وخاصة دورات الحرفية هو العنصر النسائي العنصر النسائي اللي نحن بالفعل بعد هيدا الدورات اللي هن عم يخضعو لها عم يقدروا بالفعل يأنجوا منتجات حرفية مميزة قادرين يروحوا صوب ترويج وتسويق هيدا المنتج عبر محاضرات دائمين نحن نقدم لهو الطلاب كيفية تسويق هيدا المنتج وحتى قادرين هن يروحوا يروجوا لهيدا المنتج ويبيعوه عبر صفحات تواصل اجتماعي وغيره وهيدا عم بساعد بإيجاد مردود إضافة لحياتهم الاجتماعية أو حتى بالتخفيف من الأعباء الاقتصادية الصعبة اللي نحن عم نمر فيها هلأ إن شاء الله يمكن هيدا المركز بيكون مثل طريق أو باب بينفتح قدام كثير من الأشخاص يلي اليوم عطلين لنا الأسف عن العمل يعدين ومش هم بيلاقوا شغال من خلال هالدورات التدريبية اللي عم تقوموا فيها هل عم تسبقوا محاضرات حتى تواعوا أكثر الأشخاص اللي بينفوتوا على المركز نحن المنتسب اللي عنا بس يقدم طلب الانتساب للدورات طبعا هو بيكون عم يختار عنوان الدورات اللي هي بيرغب بالخضوع لها خلال هيدا الدورات نحن في محاضرات دائمة فعلا عم تكون هي أساسية لاستكمال هيدا الحلقة من المرحلة التعليمية اليوم ما بيكفي أنه أنا الصدية علمها أو دربها كيفية التطريج اليدة وبالإضافة لذلك أنا لازم وضحها أو دربها على كيفية تسويق هيدا المنتج كيفية إيجاد فرصة عمل أو حتى نقدر ندربها على كيفية إدارة مشروع وتأسيس مشروع خاص لإله فهيدا الحلقة التعليمية لازم تكون متكاملة لهوت الطلاب طيب اليوم كيف قدرنا تساعدوا هالطلاب من خلال زبدك التشبيك بينكم وبينهم تحت يقدروا يصرفوا إنتاجهم بالسوق المحلي نعم نحن طلابنا طبعا المنتجات اللي عم ينجوها طبعا الإنتاج المميز اللي عم بيكون عم نقدر نحن وياهم نشبكهم مع أسواق مثل سوق طيب سوق أرضي وغير من الأسواق اللي عم تكون موجودة على الأرض اللبنانية كطلابنا عم ينزلوا باسم مركزنا عم نعطيهم استانديات أو طاولات ليقدروا يعرضوا هيدا المنتج اللي تدربوا من خلاله أو تدربوا لحتى يأنجوه بمركزنا وحتى لحتى يكون في عندهم مردود إضافة ومالي خلال بيع هذه المنتجات نعم مثل ما ذكرت ببداية اللقاء عم تكون الدورات تقريبا شبه مجانية نعم اليوم اللي بدو ينتسب لهيدا المركز هل في من شروط وكيف ينتسب؟ نحن المركز مثل ما قلت أنا لفقات عمرية مختلفة من عمر 16 سنة وما فوق ما في أي شرط نحن في عنا طلب انتساب منتسب يجي بعبيه في عنا صورة شمسية وهويته طبعا الأوراق الثبوتية لحتى يسجل بهذا المركز وهو بدون الدورة اللي هو بيرغب حتى يخطع لها رسولات الاشتراكات الرمزية اللي عم نحكي عنا كانت عم تلعب دور إيجابي بعد التجربة لحد موضوع التسرب خاصة نحن لبعض المراحل لقينا في تسرب من بعض الدورات هيدا الرسم الرمزي مقارنة مع المعاهد الأخرى عم بيحد بموضوع التسرب عم يعطي جدية أكتر للطالب لحتى يكون ضمن هيدا الدورة ويكون مهتم أكتر اليوم اللي عم يجي لعنا هو بالفعل المهتم اللي هو عم يدور على فرصة عمل حقيقية فقدر عبر هيدا الدورة يأمن هيدا الفرصة كيف الطالب بده يتسجل يعني كيف بتم التسجيل بالبداية والدورة التدريبية قدام الدتا تقريبا راح تكون أو كل دورة بتختلف عن الأخرى طبعا طلب الانتساب اللي حكينا عنه هو أساسي لحتى يكون الطالب يقلو عنا على السيستم طلبه وهويته وصورته الشمسية هيدا لمرة واحدة بتصير لمرة واحدة أول ما يدخل على المركز دوراتنا التخصصية بتختلف ساعات تدريبية طبعا طبعا إذا بطلعت ساعاتنا حسب الفلاير هي ساعاتها معجلة والهدف من هذا المعجل أن يكون فيه بأقل وقت ممكن وبأسرع وقت يعني تقريبا؟ نحن عم نحكي عن ساعات تتراوح من 12 ساعة إلى تقريبا حوالي 70 أو 80 ساعة تدريبية بتختلف بين اختصاصات متعددة جمعية عم نحن نحن عن الدورة الوحدة؟ عن الدورة الوحدة صح طبعا كل شيء ما دون 12 ساعة نحن بنظامه هو ورش يسمى ورش تدريبية هيدا الورش أيضا بتمكن كمان الطالب أنه يكون عم يتفاعل وعم يشغل بهيدا الورش أما الدورات فتختلف طبعا بساعاتها من 50 ساعة من 40 ساعة 30 ساعة عم بيكون الطالب حسب كل دورة وحسب كل اختصاص؟ حسب كل دورة صحيح حسب كل دورة طبعا العناوين جدا كبيرة وواسعة دورات الجمعية عم تكون جدا مساعدة للطلاب بالفعل عم بيكونوا حتى بكتير من الدورات اللي عم نقدمها نحن للطلاب الجمعيين عم تكون هي تحتصب كاستاج أو كأنترنشف لألون بسوق العمل أبيب التسجيل مفتوحة على مدار السنة ولا في وقت معين؟ نحن أول شيء في ميزة لدى المركز ميزة أنه هذا المركز بيفتح يوميا 12 ساعة من 8 صباحا إلى 8 مساء وهذه عم تكون فرصة لحتى العاملين لحتى اللي عم يشتغلوا الموظفين بعد عملهم يجوا على المركز ويسجدوا لهذه الدورات أو يخطأوا لهذه الدورات أبيب المركز هي مفتوحة على مدار السنة نحن في دريرنا ما يتوقف على مدار السنة صيفا شتاءا مثلا بيقولوا نعم وأي ساعة تفتحون المركز؟ 8 سباحا منسكر 8 ساعة من ساعة 8 سباحا يقدروا المنتسبين أبوب المركز مفتوحة والكادر الإداري بخدمتهم كيف يتم اختيار الكادر التعليمي؟ خاصة أنه في الاختصاص بده كمان إنسان أو شخص ملم بهذا الاختصاص أو دكتور كمان تحتى يساعد الطالب تحتى يفهم الاختصاص أكتر وتحتى يفتح له أفاق جديدة قدامه بسوء العمل ما في شك إنه الكادر التعليمي أو الأسازي بشكل عام هنه اللي بيعطوا البسم الإيجابية لهيدا المركز طبعا فيه لجنة إشرافية هي معنية عن اختيار هؤلاء المدربين المميزين ضمن اختصاصاتهم طبعا المدرب عم بيكون ضمن اختصاصهم لحتى نحافظ على هيدا البسم الإيجابية اللي بالإستاذ اللي عبع جدا عم بتكون هي أساس بالمركز فهيدا اللي جنة إشرافية هي اللي بتختار هودا الأسازة طبعا فيه في انتروفي بتكون مع مدير المركز بيقعد مع الإستاذ بيشوف اختصاصاته وخبراته وبتحول على لجنة إشرافية هي بتقيم هيدا الإستاذ المناسب للدورة المناسبة ما بعد ما يخلص الدورة عشو بيحصل الطالب على شهادة من المركز طبعا بس يخلص الدورة عم يحصل على الشهادة عم بيكون في حفل تخريجي لإله وبياخد هيدا الشهادة اللي هي طبعا الشهادة عم تكون معترف فيها وقدر يكون عم بيقدمها بأي مكان أنه خضع لهذه الدورة وأنتم بتوكبوا الطالب ما بعد التخرج يعني بتقدروا كمان تأدمولوا عمل عم بتوكبوه بعد هيدا المرحلة حتى يقدر كمان يكفي بالحياة ولا لا؟ طبعا فيه مواكبة لحيد الطالب مواكبة دائمة حتى بالتواصل ما بعد التدريب لأنه اليوم احنا مثلا قلنا هيدا حلقة متكاملة مش بس نحن ندرب أيضا ننتابع مع بعض التدريب لحتى بالفعل نشوف أو نشوف نتيجة هذا التدريب شو كانت ويكون هو حتى نشوف نحن الثغرات اللي ممكن تكون موجودة وين فينا نطور وين فينا نفعل ونحسن بعملية تدريبية لحتى نوصل الهدف الأساسي اللي هو مساعدة المنتسبين لتأمين فرصة عمل والانخراج بسوق العمل وفق سوق العمل اللي وفق الخبرة اللي موجودين من خلال على الأرض اليوم شو هي أكتر الاختصاصات المطلوبة خاصة الإيدا تتأمين كمان فرص عمل للشباب شو هي؟ طبعا نحن في ضمن دراسة موضوع الاختيار هذه الاختصاصات ضمن دراسة دورية بتكون لاحتياجات سوق العمل نحن هذا الشيء نحن عم نواكبه دايما لأنه بتعرفي سوق العمل في كتير اختصاصات متجددة وجديدة عم تكون بسوق العمل وفي اختصاصات نحن مثل دورات الحرافية اللي هي دورات تواثية ونحن كنا حابين أنه هاي الدورات اللي هي راح أصوب الإنقراض مثل ما بيقولوا نرجع نفعلها ونرجع نحافظ عليها بالنسبة لدورات التخصصية بالفعل نحن عم يكون في عنا تطور دائم خاصة بالبرامج التدريبية عم نواكبه قدر الامكان لحتى نلبئ احتياجات هون المتدربين لما ينزلوا على سوق العمل يكونوا أبديتد ما يتفاجه وبشيء يكون انتهى وقته اليوم من عم يدعم المركز مركز الغبيري لتدريب المهنية المعجل خاصة عن مثل ما ذكرتني شوي أنه عم يكون الاشتراك شبه رمزي أو مجاني نعم الدعم الأساسي هو مديا ومنويا بلدية الغبيري بلدية الغبيري مشكورة بشخص رئيسة وأعضاء المجلس البلدي هنالي عم يكونوا مواكبين هنالي عم يكونوا دائمين لتطوير وتحسين أداء هذا المركز ما في شك هناك بعض الجمعيات اللي هي بتكون متعاونة معنا مثل دورة المونة والإنتاج الغذائي هي عم تكون بتعاون مع جمعية أفزي طبعا بمشروع ضمن مشروع تمويلة من يونسف عم يكون وهناك جمعيات طبعا تسعى دايما للتعاون نحن وياها على تقديم هيدا الخدمة المجتمعية المجتمعية نعم فيه رأم تلفون للأشخاص اللي حبين يتوصلوا معكم شو هو؟ طبعا فيه رأم ثابت أرضي 01275314 ورأم فيه يتوصلوا معنا عبر الواتساب على 01275310 على الواتساب على 011? 011 نعم 01275310 نعم أو على 01275314 شو مشاريعكم المستقبلية؟ لكن من أهم مشاريعنا المستقبلية هي بالفعل تلبية حاجات أبناء المجتمع المواكب الدائنة لحاجات سوء العمل التنوع نحن عم نسعدين بتنويع واستحداث دايما عنوين دورات جديدة مستحيلة وبالفعل عم تكون هي ترندي وجديدة وبسوء العمل نحن نتلاحظة دورات اللغات اللي هي عم تكون في علاقة قبال كتير كبير عم نروح صوب تنويع هذه الدورات عنوين جديدة عنوين جديدة خصوصية هذا الشيء نحن دايما عم نسعى لإله نعم ها كل حال بدأجرع ذكر كامل مرة برقم التليفون للأشخاص اللي حبين يتوصلوا مع مركز الغبيري للتدريب المهني المعجل اللي هو 01275314 أو فين يتوصلوا معكم عبر الواتساب على 01275310 أهلا وسهلا فيك حيدر حمدي مدير المركز بلدية الغبيري للتدريب المعنية المعجل شكرا لأيك أنا دس بل أتوجه بكلمة شكر وتأدير لبلدية الغبيري الداعمة دائما لأينا كلمة شكر وتأدير خاصة الكادر الإداري اللي هو فيه تعاون دائم فيه بالفعل عم بيكون أساس بهذا العمل لأنجاح هذا العمل وبتشكر جميع المساهمين والمساعدين أهلا وسهلا فيك شكرا لأستدافتكم مشاهدين نحن بيكون ولكن هل سنتابع روبرتاج عن اللقاء الإسلامي المسيحي تحت عنوان الحوار هو طريق الخروج من العصبية والتشدد لديها استعداد وقابلية لترسيخ الوحدة الوطنية والعيش المشترك أكتر فأكتر ولكن في نفس الوقت كل هذه المجموعات اللبنانية لديها بعض المخاوف والهواجس مثل هذه اللقاءات تضيء وتسلط الضوء على بعض الزوايا المعتمة في الحالة المجتمعية اللبنانية وأيضا تواكب الاضطرابات التي تحصل بين الحين والآخر لا نستطيع القول أن لا يوجد هواجس عند المجموعات اللبنانية سواء كان الإسلامية أو المسيحية تجاه ما يجري ولكن أيضا لدينا قدرة وإمكانية والشعب اللبناني لديه مهارة كافية لتخطي مثل هذه الأزمات ولترسيخ مفهوم جديد للدولة لا يوجد مهرب ولا يوجد خيار آخر إلا أن نفصل الإدارة الطوائف عن إدارة الدولة طبعا في ظلمنا نعيش في لبنان من أزمات طائفية ومذهبية نحن بحاجة إلى بث روح التآلف بين الطوائف والمذاهب كما أننا فكرنا في أن لا يمكن الحل إلا من خلال الدولة المدنية التي تدعو إلى نبذ الطائفية والمذهبية بناء على أن الكفاءات ودولة القانون هي التي تعطي لكل طائفة حقها وكما أنها يمكن أن تعطي لكل مواطن حقه من خلال هذا من خلال هذه الأنظمة التي يمكن أن تطرح ثانيا أن الحوار يمكن أن يكون في كثير من الأوقات ولسيما فيما نعيشه في الوقت الحالي يمكن أن يخفف من هذا التوتر الحاد بين المذاهب ويعطي صورة جميلة عن لبنان الذي هو بلد التعايش الإسلامي المسيحي الإسلامي وغير الإسلامي والمسيحي وغير المسيحي على هذا الأساس نحن ندعو لهذه اللقاءات وكما رأيتم وغطيتم في قناتكم مشكورين على هذا الجهد الجميل أنه كان هناك تعدد في الأطياف السياسية الموجودة داخل هذا اللقاء وهذا إنجاز مهم في ظل هذه الأزمة السياسية التي نعيشها في لبنان فريق متهم برفع شعار إلغاء الطائفية السياسية تمهيدا للاستيلاء على نصاصل الحكم متسلحا بأكثرية عددية واضحة وفريق متهم ببيع القضية المركزية قضية فلسطين واللحاق بالمشروع الأمريكي ذي البصمات الصهيونية وفريق متهم بتبني الداعشية ومثيلاتها والسعي لإلغاء الآخرين من روافض وأمثالهم وفريق متهم بأنه مذبذب بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وهو يرى نفسه مستهدفا في كل وقت وحين لكونه أقلية بين أقليات وفريق متهم باعتماد المكيافلية السياسية للاستحواذ على سدة الرئاسة وتداولها بين الأعمام والأصهار حتى يرث الله الأرض ومن عليها وفريق متهم بالعمالة للكيان الإسرائيلي حتى لو أنكر ذلك ثلاثا قبل صياح الديك وفريق متهم بالاستعلاء على باقي الشركاء في الوطن ينادي بالحيادية والتغريب تأسيسا على نظرة شوفينية ترى في العرب أمة متخلفة في العرب والمسلمين أمة متخلفة وتكر الصبحة دون نهاية هذا ما يخرج من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وهو يعبر حقيقة عن هواجسهم ومخاوفهم وقلقهم من بعضهم البعض علنا نضيء شمعة عوض أن نلعن الظلام على الدوام أنا أعتقد أن هناك أسباب هي لها علاقة بالواقع الذي نعيشه اليوم كبشر كماس في أي مجتمع من المجتمعات ويجب أن نعترف نحن في هذا البلد في ربنان أو في هذه المنطقة بشكل عام أو حتى أقول في كثير من دول العالم وبقاء العالم يجب أن نعترف أن هناك هواجس قائمة بين الناس وأسباب هذه الهواجس حسب تقديري في بلدنا النظام الإداري والسياسي الموروث الذي قام على مسألة التمييز بين المواطنين هناك مسألة إثارة دائما إثارة المشاعر وتنمية الشعور بالأقلوية وبالخوف من الآخر دائما في تغذي لهذا الموضوع بهدف الإبقاء على مسألة الإنقسامات قائمة في مجتمعاتنا من ظواهر الطيبة الفطرية عند اللبنانيين سرعة الركوب على الموجة أو ما يمكن تسميته الإنجبارية التي تماشي الطرف الآخر في لحظة تجلي النسمة الرطبة التي تحمل مسام التفاعل المنتجة والتي تبعث على العطاء وتحمل مقومات الديمومة والفرادة اللبنانية التي تتمسك بمقاربات الترابط والمستندة إلى السماحة الإسلامية وإلى المحبة المسيحية المترسخين مع الزمن هي ذاتها مصدر لإنتاج القلاقل ومبعث لشكوك غالبا لا تملك هذه الشكوك مبررات وجود واقعية أو غالبا ما يكون مبالغ فيها وهذه الفرادة أيضا وأيضا تفرض شكلا خاصا من أشكال النماذج التي تصلح للتغني بها أحيانا كما يمكن أن تتحول إلى أسوأ نماذج التعايش الهش أن نخرج من عنوين الحوار الديني والخطاب الديني إلا بما يخدم العيش المشترك وخاصة بهذه المرحلة بالذات أن يجب التوجه نحو معالجة سياسية وليس فقط الكلام عن المجموعات المسيحية والإسلامية لأنه اليوم في ظل النظام السياسي هناك أحزاب سياسية لديها اتجاهاتها ومرات كثير تستعمل المذهبية والطائفية لتثبيت وجودها ولا تدعيم وجودها أكتر وأكتر فإذا إذا نروح على المناقش السياسي خاصة بهذا الزمن باعتقد بيكون أفضل لأن الحوار الإسلامي المسيحي على المستوى الديني باعتقد إلى حد كبير يمكن ما تخذوني على التعبير تجاوز الزمن بهذه الفترة واضح كمان من خلاصة ما تفضل به الدكتور زيدان أن الهواجس الطائفية والمذهبية لم تضمحل وإن كان زمن انتفاضة مبعد 17-20 قد تقدم بالهواجس الاجتماعية والاقتصادية وبالشعارات والمبادئ التي توحد اللبنانيين حول أمور جامعة وفعلا تفسح أو تعبر عن مطالبهم كشعب موحد وليس عن الخصوصيات المذهبية والطائفية لكن ذلك لا يعني أن الديناميكيات المذهبية والطائفية ليست موجودة بطبيعة الحال الهواجس كمصطلح هي ما يخطر على بال الإنسان من أفكار أو صور نتيجة قلق أو حيرة أو وهم أو تخوف من شيء ما ويمكن أن الهاجس لا يصل إلى مستوى الحقيقة الدامغة وإنما إلى التصور التخيلي أو الشعوري كما يقال بالنسبة للهواجس المسيحية الإسلامية سأبدأ بالهواجس المسيحية الإسلامية المشتركة التي يعتقد بها كل الفرقاء في لبنان ما يسمى المواطنون اللبنانيون لكن المشكلة أنه حتى اللحظة لا يوجد مواطنين لبنانيين وإنما مقيمون لبنانيون عمليا يحملون بطاقة هوية موحدة الهواجس المسيحية الإسلامية أو حتى للفئات القليلة اللادينية إذا قلنا عنها هي أولا هاجس بقاء لبنان كوطن لأنه مهدد منذ الاشتياحات الإسرائيلية والحرب الأهلية لكي لا يكون وطنا من الاشتياح الإسرائيل إلى بيروت إلى الحرب الأهلية اللبنانية حتى حرب 2006 حتى الجماعة التكفيرية وبالتالي الهاجس المشترك بين المسيحين المسلمين هل سيبقى لبنان وطنا بدون تقسيم؟ في الحقيقة اللبنانيين موضوع الحوار طرأ بمرحلة متأخرة من تاريخنا الحديث والهواجس أيضا بدأت تستخدم كتقنية سياسية يتم استخدامة وفق اللحظة التي يتم اختيارة من قبل كل طرف وفقا للمتغير سواء السياسي أو الديموغرافي أو المجتمعي بمرحلة التحرر الوطني في المنطقة عندما كان لبنان خاضع للانتداب الفرنسي بعد الحرب العالمية الأولى والتاني لم تطرح هواجس الأقليات ما كانت مطروحة ما كانت مطروحة موضوع الهواجس الإسلامي المسيحي وكلنا نقرأ من خلال التاريخ أنه أتى مسيحي في رئاسة الجمهورية السورية وكان هناك أيضا تبادل بين المواقع المختلفة حتى في لبنان لم تكن موزعة وفق التقسيمات الطائفية والمذهبية إلى أن حصل لبنان على استقلاله وكان الميساق والدستور الذي أعلن حينها أنا بدي أربط بمحطة تاريخية مهمة لا يجب أن نسقطها من ثقافتنا ووعينا أنه مرحلة الهواجس والمخاوف للأقليات بدأت تنمو مع احتلال واغتصاب فلسطين من خلال منطق والحركة الصهيونية العالمية التي اقتبست المبدأ البريطاني فرق تسود صباح الخير لكم مشاهدين عم تبعيننا بلقاءاتنا الصباحية وهلأ بنا نحكي أكثر عن البيئة من زمان ولليوم عدد من أصدقاء البيئة بيسعوا للحد من المشاكل البيئية وتحويل المشكلة البيئية وخاصة النفايات لأمور ممكن تكون من خلالها عام نحافظ على الموارد الطبيعية وعم نحول هالنفايات لتحفنية نحكي أكثر عن هالتفاصيل اليوم بدي نوه لمعرض صار تحت عنوان ثورة ضد سوء إدارة أنفايات من تنظيم اقتلاف إدارة أنفايات يلي صار بالكارنتينة بـ 12 الشهر نحكي أكثر عن هالموضوع بصر ناستاذي في زياد أبي شاكر مهندس بيئي ومهندس صناعي صباح الخير أهلا صباح النور أهلا وسهلا فيك من بداية لمحة عن اقتلاف إدارة أنفايات أمتين تأسس وشو أبرز أهدافه اقتلاف تأسس بالـ 2016 هو مثل ما اسمه بيدل عليه هو اقتلاف من مجموعات بيئية وأساسي جامعات وباحثين بيئيين وناس من الكطاع الخاص أهم هو أنه ينعمل خطة وطنية بيئية ما بتأزي لا البيئة ولا الإنسان يعني نسعى إلى اعتماد نظم وتقنيات لا تلجأ إلى الحرق ولا تلجأ إلى طمر النفايات بل إلى تغيير نظرة صناع القرار أنه النفايات هي مورد وليست مشكل ولازم نتعامل معها على هالأساس هيدا وهذا لقلت بالمقدمة تحويل هيدا المشكلة لموارد طبيعية اليوم الفنانيين وأغلب الفنانيين يعني عم بيستفيدوا من هيدا المشكلات حتى يبدعوا بأعمالهم الفنية كيف بتفسر هيدا الظاهرة اليوم وكيف بتشوفها؟ طب الفنان هو أو هي بتتفاعل مع المجتمع يلي عايش فيه جمالا الفن هو يلي بيتعاطى مع مشاكل المجتمع أو هو يلي بيكون عنده نظرة إلى بتوعي الناس على يا خطورة يا حتى يمكن الأبسورديتاء أو إذا بديك من مشاكل المجتمع المعرض يلي عملناه طلبنا من مجموعة من الفنانين يمكن شي خمسة وعشرين فنان أنه أنتوا كمواطنين عشتوا معنا كلنا أزمة النفايات أنتوا كيف تفعلتوا معاك فنانين من خلال فنكن وهيدا كانت الصورة يلي حبين كنا نوصلها للناس وهيدا المعرض يلي من خلاله كمان حبيت توصل الصورة للناس والفنانين كمان ثورة ضد سوء إدارة النفايات اليوم في سوء إدارة بهالموضوع أكيد يعني نحن اليوم كأتلاف بنعتبر أنه سرقلنا ثلاثين سنة موضوع النفايات اليوم نحن بعدنا بكريزة اليوم نحن عندنا كريزة نفايات هلأ تلوح في الأفق المكبات اللي استحدثت بالالفين وستطعاش قاربت أنها تنتلي شو ماذا نعمل؟ بعد ما أمنا خطة متينة رؤيوية لتحل المشكلة مثلاً لعشرين سنة لقدام يعني اليوم آخر حكومة تركتنا اليوم كان مقدمين خطة بخمسة وعشرين مطمر وثلاث محارق وهيدا شيء أكيد مرفوض يعني وبأعتقد يمكن من بعد حقبة 17-20 في كتير من هالخطة زالت إلى غير راجعة اليوم نخترت الكارانتينا كموقع لهذا المعرض تحلي الكارانتينا منطقة موبوقة بيئياً يعني الكارانتينا هي متاخمة لماكبرش حمود الكارانتينا هي منطقة بتعاني من نهر بيروت وتلوص نهر بيروت والرويح اللي بتطلع منه والملوثات اللي بيجيبها بالكارانتينا هي كمان منطقة البور وعندك آلاف الكاميين يلي بتجي وبتروح بالجمعة مش بالشهر بالجمعة وتبعث بكل هالدخان كاميونات عاستك كاميونات أكيد يعني كاميونات الشحن يلي بتفوت وتطلع منه هيدا كله إله أثر بيئي كان إله رمزية منطقة الكارانتينا إنه نحن كمنطقة مش نسينا وهيدا منطقة من لبنان مثل مثل النعمة مطرح ما فيه مكاب مثل هلأ كوستا برافا كل منطقة عم تستهلك بيئياً عم ينحطى للميباق البيئة نحن كاقتلاف من وجباتنا إنه ندافع عنا ونلقيه لحلول معرض تحت عنوان ثورة ضد سوء إدارة أنليفيات ممن طلقت هيدا الفكرة هل من الثورة اللي هي على الأرض كمان نفط لهنك أكيد يعني مش من الثورة البلشيفية يعني من ثورتنا الأهلية بمحلية بس كانت الفكرة من أعضاء الاقتناف يعني إنه نحن منعتبر إنه الفنين بيوصل لقلب الناس بطريقة أسرع وأحلى من حيالة تقرير علمي بيكون ناشف يعني هيدا بس للناس العلميين يلي بدون ياخدوا قرار بينما مشكلة النفايات بتطالك وبطالني وبطال العالم يعني لو جملتوا صورة النفايات من خلال الفن لأنه جربتوا تبتكروا من النفايات مجسمات فني 100% إذا بدك أكتر ما إنه جملنا خلينا الطريق يكون مختصر ومفهوم ومفهوم يعني الرسال الأساسية يلي كنا عم نجرب نقولها هالمواد هيدا يلي أنتم معتبرينها مشكلة يا صماع القرار في كتير من العالم معتبرينها مورد نحنا عم نقول للناس فهموا شو يعني مورد يعني هل يمكن هل تنكة الألمنيوم انعمل منا لوحة بس هاي تنكة الألمنيوم اليوم إذا خلق لها صناعة ورجعت الدوابت ورجعت انعمل التنكة الألمنيوم أنا مني مضطر روح ابحش بالأرض تشيل الألمنيوم بوكسا يتا أرجع أعمل منه ألمنيوم تأعمل فيه أبوه كنت عم بحكي عنه ويكتحت الهواء من الألمنيوم قدروا تحديدا من تناكل مشروبات الألغازية نعمل أرزة لبنان نعمل ألم لبنان نعم كان كتير حلو يعني كمان هون تبتكلي على نظرة فناني اللي يمكن أنا وهيكي ما منشوفها هيد الفناني بالذات جابت تنك كان لونه أحمر وجابت تنك لونه أبيض وجابت تنك لونه أخضر وعملت ألم لبنان تقريبا شي مترين بمتر يعني قصتهم كلهم وزبطتهم يعني بتتفاجأ أنه مرات كيف الناس عندها نظرة لمادة أنت يمكن ما بحياتك فكرت أنه تعمل مننا مثلا علم لبنان من تنك الألومنيوم أو حتى أنك ما فكرنا نستفيد مننا بحياتنا أو بأعمالنا أو بفننا يعني لدرجة اليوم إعادة تدوير النفايات كمان هيدا ثقافي بحد ذاتها وقرار مركزي وقرار استراتيجي لمقاربة موضوع النفايات الصلبي يعني اليوم نحنا الرسالة الأساسية كانت أنه شوفوا يا صناع القرار هالمواد يلي أنتوا بالنسبة لإلكون مصيرة المكب أو المحرقة هيدا المواد بشوية تغيير نظرة لإله فينا نخلق صناعات فينا نخلق وظيف فينا نحرك العجل الاقتصادية يعني اليوم عم تحكي بمورد مورد مش كلمة عابرة يعني اليوم البترول مورد المي مورد النفايات مورد النفايات شغلة استعملتها مرة مش ضرورة تاني مرة لازم تنكبل بباطن الأرض اللي هو جريمة هذا الوحيد الممكن تقوم بباطن الأرض مية بالمية النفايات العضوية تحول إلى أسمدة وفينا نحولها إلى أسمدة الجودة تبعها كتير عالية واليوم نحنا بظل الأزمة الاقتصادية اللي عايشين فيها نحنا قبل الأزمة الاقتصادية كنا نستورد أسمدة عضوية بينما اليوم نحنا سبعين بالمية من نفاياتنا هي مواد عضوية وفينا نحولها إلى أسمدة عازم من الفنانين يلي شاركوا بالمعرض؟ شارك كتير فنانين يمكن ما نحافظ كل الأسامة بس كان فيه مشارك يليفي تيلة من الرسام الكبير جون بول جيراجوسيان يلي كمان رسم على بيانو أخذنا بيانو من منطقة البسطة قديم كتير في مشارك يليفتي للفناني تانيا صالح بالغنى منولا جيراجوسيان كمان عرضت الرسومات تبعها شو الهدف من وراء هالعمل الفني اللي هيك حبيته يمكن تفتحه فيه المعرض اللي هو كان لنهار واحد من خلال البيانيست من خلال التانيا صالح اللي كانت موجودة كان فيه متل انترفانشون للمعرض شو السبب من وراء كان حلة بطريقة متل الخلق والعالم يعني مننتقل من مكبل الى مكب كانت هيد الفكرة هي اللي تحريك شوية هالركود وهالجمود بهيدا الملف وطوعية الناس البيبليك الكبير انه مشكلة النفايات منها عاصية مشكلة النفايات منها شيء ان احنا صار مصيرنا انه نعيش بالزبالة بالعكس ان احنا مصيرنا هو انه مستعملها الزبالة لنحرك العجل الاقتصادية ونخلق وظايف ونوفر على البلد ونوفر على البيئة هنا ابداع لبناني دايما بيك المشكلة في قلو حل وبلاقي حل عطول راح نشوف فيديو انا وياك هيك نتعرف اكتر على كيفية تحويل النفايات وخاصة الزجاج لتحافف فني الفيديو هو ذكرى كيف حولنا كيف وصلنا نقدر نشيل مليون انين تأزاز بالسنة من المكبات ونعمل منهم اعمال فنية مع نافخين الزجاج جال منشوف سوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني انت تتصوري انه اليوم مليون قنينة كانوا رايحين على المكاب هولي المليون قنينة عمل فيهم متل ما شفنا بالفيديو كبيات وصحون ومزايت يعني الخيال الفنة طبع هالشباب عفكرة هولي اخر نفخين ازاز بلبنان اللي موجودين بمنطق الصرفان بعد فيه ستة بس ما بقى فيه غيرهم بقى كان احنا من واجبنا انه نحافظ اول شي على هالفن ونشين لأزاز من المكاب ونخلق حركة صناعية واقتصادية منه نعم اليوم يعني هيدا المشكلة اللي اكتر بالنسبة لأقلهم يستغربوها انه معقول من لأزاز كم قنينة لمايته نحنا قطعنا يعني هيدا الفيديو كان بالالفان وستعاش بقى اليوم صارنا تقريبا بجي ثلاث ملوين ثلاث ملوين قنينة قنينة من النفايات نشوني من الجمعة تعفي لما الناس بتفرض اليوم ما منقول للناس فرزوا من المصدر يعني فرزوا من بيوتكن ما بيحطوا الأزاز على جنب هيدا الأزاز نحنا منلموا منكسروا ومنزلوا عد سارفاند وسارفاند متل ما شكنا بيحطوه بالأفران وبيعملوا منه طيب إذا اليوم حدا ما عم بيسمعنا وحب كمان يشارك بهيدا المبادرة ويمكن الأزازي اللي موجود عنده ببيته بده يقدمه أو بده يتواصل مع حدا تحتى يوصله تحتى ما يروح كمان مع النفايات وترجع وتعيده الفرز من الأول بجديد كيف يتواصل فيون يروحوا على فيسبوك في صفحة اسمها Green Glass Recycling Initiative Lebanon أو فيون يحطوا بس GGREL بهيدا الصفحة حطين ليستة وين موجودين مستوعبات التدوير بالمناطق ببيروت وحول بيروت صار عنا تقريبا شي 23 نقطة فيها مستوعبات موجودة على الطريق يعني ما حدا راح يجيلي عندهم هن بيقدروا يشوفون حد بيتهم أو بالحي اللي هن عايشين فيه وبيقدروا يبلشوا يفرزوا الأزازي اللي بالبيت ويحطوه بقلب المستوعبات نحن هولي المساوالات منلموا يعني مرة كل جمعتين في حدا من قبلكم هو عم يمرؤى أساسية بمجتمعنا لموضاع فني بده بده رؤية يعني للأسف على أمل أهلا وسهلا فيك زياد أبي شاكر مهند صبيلي ومهند الصناعي ويعطيكم ألف عافية كل الجهود اللي عمتموا فيه مرسي الله يخليك أهلا مشاهدينا وصلنا رح نحن بيكم لاختام صبحيتنا من أحلى صباح نحن رح نعطيكم موعد جديد إذا الله راد بكرة بتمام الساعة تسعة من هذا الوقت إلى اللقاء موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة